بسم الله احنا وقفنا عند الجزء ده صح كان اخر حاجة الباراغراف ده ويكتب باراغراف عن ويكون ويكون المدارعة البسيط تمام كده يعني كوك سامري كده عن المدارعة البسيط نضيف أي حاجة او اي اسم جمع for example we can say he likes english he likes english here we said likes because the subject is he singular الفعل هنا عندك هو مفرد he فقالت he likes english in the second sentence we can say we like english know the difference انا he likes في التانية we like اباء المفرد زود علي اس لكن الجمع without any additions بدون أي اضافات also we have said that in the negative tense or in the negative form بالشكل المنفي we use don't or doesn't we use don't or doesn't doesn't with the singular don't with the plural نستخدم doesn't مع المفرد و don't مع الجمع we can say he doesn't like arabic he doesn't like but we say we don't like arabic know the difference he doesn't like we don't like فاخد بالك من فرق بين الاثنين مع المفرد بنستخدم doesn't لكن مع الجمع بنستخدم don't also we told you that in the question في السؤال we use do or does at the beginning of the sentence بنستخدم do or does في أول الجمع does with the singular do with the plural as usual خلاص تعرفت باء خلاص كالعادة does مع المفرد do مع أي و الجمع we can say does he like arabic or does he like english but we say do you like arabic know the difference does he like do you like know the difference between the two sentences ok also we have said that the present simple expresses two important things المدرع البسيط بعبر عن حكم ومين جدا the first one to express a fact بعبر عن حقيقة to express a fact for example we can say the sun rises in the east or from the east the second one is to express a habit something that this one does occasionally usually always sometimes often and so on حاجة شخص بيكررها الحاجة اللي فات اكرار دي بتكون مدارع بسيط يبقى اما عادة اما حقيقة fact or habit لو fact او habit بنستخدم present sample او المدارع البسيط ده ده اللي احنا قلناه في الزمن الاول عشان تبقى كل زمن بتاخده لازم تبقى عمل في دماغك كده ملخص بسيط كده عارفنا كده عملنا ملخص بسيط أي زمن انت بتدرسه لازم تعمل ملخص بسيط كده سواء كنت بتكتبه او الملخص يكون in your memory في زاكرتك مش مشكلة بس اما حاجة تطلع تقول اه انا عارف المدارع البسيط ده بيتكون من كده المصبتة المدفية سؤال يعبر عن ايه فانت لازم تبقى كل زمن ترس رصة دي كده هنا هستخدم المدارع البسيط فاخد بالع عشان يستخدم المهم جدا 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 طيب لخاصة المدارع البسيط حلينا عليه اسئلة فهمنا والموضوع تمام ومية مية دلوقتي بقى تعالوا نشوف الزمن التاني هو طبعا related to it الزمن ده مرتبط بي هدفتح المايك وانا سمع صوتي تاني انا سمع صدق صوت او الماضي البسيط اول حاجة كده لازم تعرف ان الفورب شكل تكوين الهيئة بتاعة الماضي البسيط عبارة عن the second conjugation of the verb لأ ويرا منت كده احنا قلنا كان التصرفي الاول اللي احنا اخذناه لكده لكن الزمن بتاع النهاردة الباست سمبل او السمبل الناس اللي حضرت معي حصة اللي حضروا حصة اولى سنوي نمنكوا ناس ريحها اولى سنوي هيعرف السبب اللي احنا ممكن نقول سمبل او سمبل هو سبب كبير على بعض الناس هنا فالريح ولا سنوي يدخل على قناة اليوتيوب بتاع السبب هيعرف السبب ايوة فيصل يا مستر مختلفين هو الصراحة اللي تنصح يعني هتعرف بعدين كده ان شاء الله هقولك ان اللي تنصح وهتعقو في اسباب بس مش عليك دلوقتي فلو اترك سمبل باست ده اترك باست سمبل برضو ده اترك الباست سمبل او الموضل البسيط بتكون من the second conjugation لو فاكر التصريف الايه مع المدرع بسيط كتصريف الاول لكن احنا النهاردة بتكون على التصريف النهون التاني the second conjugation here we have two kinds of verbs وهنا انت عندك نعمل الافعال في regular verbs افعال منتظمة وفي regular verbs افعال غير منتظمة regular verbs او الافعال منتظمة وتكون سهلة في تصريفتها we add d ed or ied بنضيف يام d يام ed يام ied بصوا معا generally we add ed بصفة عامة كده ما يكون عندك فعل وانت عاوز هو عمر كل ده في الويتين زي ما اتفقنا لما يكون عندك فعل مضارع وانت عاوز تصرف الى فعل في الماضي فانت generally add ed walk walked play played and so on بتزود ed وانت ما يشي مع الفعل لو انت عاوز تخلي ماضي but if the verb ends with e لو الفعل اصلا انته ب can you add ed moreover the just d ok just d هتزود only d هتزود d بس لي ما هتخيل معاك كده عندك slice لي قطع الى شرائح فانت عاوز تخليها ماضي هل لما تيجي تخليها ماضي تخليها s l i c e e d قال لك لا ما نعمل شي كده ما نعمل اي هنزود only d زود d بس نفس الكرام bake تبقى baked and so on يبقى here عندنا special case عندنا حالة خاصة شوية كده انت بصفة عامة بتزود ed لكن الverb ends with e we add only d not ed ok this is the second one the third case اول حالة التالت when do we add i ed امت هنزود ed if the the verb ends with y لو الفعل انتهى y بس y d preceded preceded by a consonant مسبوقة بحرف ساكن يعني قبلها حرف ساكن لو y كان preceded by a consonant we delete we remove we omet the y then we add i ed for example the verb study study يدرس يزاكر لو انت عاوز تخلي الverb ده ماضي فانت مش هتخليها s t u d i y بعدين ed لا مش هنزود ed على طول ده انت هتحزف ال y بالزابط كده بعدين نخليها i ed فيبقى شكله تغير شوي اه شكله تغير شوي يبقى احنا كده عرفنا ازاي نحول الفعل الفعل اد 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 لو الفعل انتهى ب y و و قبلها متحرك زي play اطول ما هي play اه اخر هواي لم اغير شوية واعمل واحزف ال y و ادف اي دي زي ما عملنا لا ال y هنا preceded by a vowel not a consonant ال y هنا ما اسبوقة او ابلها متحرك مش ساكن فهنعمل اي هنزود ed فقط ed a only يبقى ناخد وطبعا all of you remember the vowels the vowels are five a e i o u five vowels المهمين جدا كمان برضو الناس اللي داخل اول السنة هتعرف ان فيهم حوار في حوار تاني ان في حرفين بيكون وساعات vowel وساعات consonant بعدين برضو هنعرف الحوار الدين طي بعرفنا كده الشكل الايه اولا فعالين هين regular regular منتظمة طب irregular الغير منتظم اصرف ازاي قالك للأسف انت مش تدخل انت كل ما عليك and you keep them as they are you memorize them as they are هتحفظهم زي ما هم يعني عندك مثلا go past بتاعها went عندك do past بتاعها did عندك see so عندك draw send and so on عندك افعل كتير جدا غير منتظمة ودي لازم تتعود عليها وتحفظ اوكي يبقى احنا كده لو عاوزين نكون جملة انت past we start with the subject ابدا بالفعل then the second conjugation تصرف تاني للفعل and complete your sentence وكمل لجملة بتاعتك يعني قول he played tennis last night you can say he saw that fell last night of course you're noticing that we are talking about something that happened in the past كل انا ملاحظين همتكلم النهاردة عن حاجة حصار فين في الماضي not a fact or a habit ولا عادة ولا حقيقة نتكلم عن حاجة حصلت في الماضي عشان دايما نقارن بلا أزمنة عشان الأزمنة رخمة في حاجات كتير هنت تعرفها فأنت كده بتقارن آليفات كان عادة وحقيقة في المضارة لكن النهاردة نتكلم عن ايه نتكلم عن زمن الماضي البسيط حاجة وخلصت طيب عندنا في الماضي سامبل نحن نستخدم didn't المشيرة كذا referring يعني يشير referring to past sample هي الكلمات اللي بتدل على الماضي البسيط اول الحاجة عندنا in plus any previous year in زائد اي سنة ماضية any previous year ولازم تكون سنة ماضية ما ما ينفع شي تقول مثلا in I played tennis in twenty 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 four في الفين اربعة وعشرين لأ الفين وعشرين دي السا جاي شين فاستخدم مع الماضي البسيط يبقى اخد بقى كذا يكون سنة في الماضي دي اول حاجة كمان ممكن تستخدم مع تركيبة كده structure كده او expression is when I was young عندما كنت صغيرا دي حاجة بدلة على الماضي يعني حاجة بديهيا كده الموضوع هيكون ماضي حاجة حصلت we have once once زات مرة حاجة زي كان يامكان مثلا once upon a time one day زات يوم yesterday بالامس in the past في الماضي last plus any period last week last year last month and so on ago preceded by a period نمكن تقول three weeks ago a day ago three months ago and so on فبتستخدم كلمة ago وقبلها المدة okay like what happened in the present sample this will happen in the past sample زي ما حصل بالزبط في المدارعة البسيطة وطيرك انت بدلا من استخدام التصريف الاول الفعل بضافة s و es والحاجات دي كلها وطيرك ممكن تستخدم am is are هنا برضو بدلا من استخدام played so visited you can use was or were انفع استخدم was or were طعنزان تعرفين تأسمان العديوة بتاعتنا I he she it or any singular noun we use was or wasn't with it they we you any plural noun we use were or weren't for example we can say they weren't at home yesterday don't say they didn't at home in english there is no such thing called didn't be again in english there is no such thing called didn't be be في لغة انجليزية فيش حاجة اسمها didn't be ما فيش حاجة اسمها كده عشان في الاختيارات بلى هي ناس يقول ايه احنا بننفي الماضي بdidn't فيجيب لك جملة يقول they وبعدين space at home yesterday الاختيارات wasn't weren't didn't be ولا هي في الناس مختارة didn't be قالوا انت لم يختار didn't be فيقول لي ما هي didn't مع الماضي منين في الماضي بديدنت أقوله كلامك صح في كل الأفعال إلا فيروب رتو بي تحديدا فيروب رتو بي عاوز تنفي فاستخدم ياما وازنت يا ويرنت يكون هما هنا المين فيرب هما هنا الفعل الرئيسي في الجملة مفهومة يا شباب understood 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 اوكي فيصر بتقول ايه what did you say حاضر 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 again اتفقنا لو احنا عاوزين ننفي الماضي البسيط فاحنا بننفي بطريقتين the first way or the first method is to use didn't plus infinitive لو انت عاوزين في الماضي البسيط ننفي didn't زائد الفعل في المصدر يعني اقول didn't like didn't go didn't run didn't eat and so on فبنستخدم didn't زائد فعل في المصدر ده اللي احنا قلناه لكن في حالة واحدة مش هنقدر نستخدم فيها didn't في الماضي يبقى there is one case in which we can't use didn't in the past which one الحالة دي if the verb or the main verb was were or was لو كان الفعل الرئيسة عندنا هو was في الحالة دي انا مش هقدر اقول didn't هستخدم ايه موازن تيور انت يعني ابسطها لك اكتر لو انت عاوز تقول لم اشاهد المباراة لم اشاهد المباراة بالامس تقولها ازاي اتقول watch the match last night or yesterday سهلة دي طب فرضنا انت عاوز تقول انا لم اكن في المنزل بالامس تستخدم ايه انا لم اكن في المنزل بالامس ايوه well done احسنت يا عم هل نينفع نقول i didn't be at home last night عشان احنا بدين في didn't هقولك لأ في الحالة دي بالذات هتقول i wasn't لان هنا مفيش فعل رأيس غير كلمة كنتو وكلمة كنتو نفيها مش didn't بي ده نفيها ايه wasn't or weren't فتقول i wasn't at home يبقى لم يلعب didn't play لم يأكل didn't eat لم يشاهد didn't watch لم يكن wasn't or weren't وص التحول وص الاختلاف again اقولك دي تاني لم يلعب didn't play لم يشاهد didn't watch لم يأكل didn't eat لم يكن wasn't لو الفعل مفرد weren't لو الفعل جم مفهومة ديك يا شباب clear i will get the clear واضح طيب if you want to form or make a question in the past sample لو انت عاوز تكون سؤال في الموضو البسيط زي ما احنا عرفنا خلاص السؤال two kinds سؤال نوعين في الانجليش اصلا يام yes or no question يام wh question السؤال نوعين yes or no question we start with dead لو تسأل سؤال بهل فابدأ بكلمة dead on one condition on one condition بشرط ايه هو الشرط you find an infinitive in the sentence تلاقي مصدر في الجملة لازم تلاقي مصدر احنا تستغل كمية did يعني تقول did she study well did you play tennis did you have your meal did you مثلا visit your relatives and so on did فاعل وفاعل في المصدر طب هو احيانا شوك لاهي فاعل في المصدر اه ممكن مثلا عاوز تقول واحد as usual كالعادة عاوز تقول هل كنت سعيدا بالامس تاني عاوز تقول ايه هل كنت سعيدا بالامس هل تقول did you be happy last night or yesterday اقول لك لا كالعادة هنرجع الواز او هنرجع برضو الواز او 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 هتقول where you well done هتقول where you happy yesterday يبقى اخد بالك المرة دي كالعادة تحس كده ان مفيش بينها وبين وبين عمار يعني انت تقول did you go did you run did you eat did you visit مفيش did you بي لا اسمها was ours بتقول was he happy was he an engineer was he at home لكن مفيش بندد وبين روت بي عمار خالص هل اكلت did you eat هل خرجت did you go out هل زرت did you visit هل كنت was ours زي ما حصل برضو في حالة في حالة النفي clear كده شباب وفي حالة الإجابة لو أنت عاوز you want to answer this question you can use yes subject did no subject didn't يعني في مثالنا هنا did she study well الإجابة yes she did no she didn't and when you start with the question word هابدأ بكلمة استفهام المناسبة باللي بقى زي ما قلنا في حاجة اسمها what في حاجة اسمها when حاجة اسمها why حاجة اسمها where بتقول لي علي بالظبط زي ما قلنا ان بتبدأ بأدات استفهام مناسبة زي what when which why where and so وغيرها وبعدها نفس الحاصل بقى في السؤال بها did subject infinitive as usual for example we can say what did you do last night ماذا فعلت الليلة الماضية another example we can say what did you study he answers i studied english فهو يرد عليك ويقول لك انا درست لغة انجلزية او ذكرت لغة انجلزية another one where did she go he answers she went home رجعة البيت يبأخذ بالك انت بتسأل كم تستفهم did subject infinitive okay now i'll ask each one of you to make a question WH question every one of you each one of you is gonna make a question in the past and we'll start with عبدالله عبدالله if you want to ask متى عدت للمنزل متى عدت للمنزل how can you form this question when did you come back you're home well done حسنت عبدالله وصف عبدالله عليه when did you come back رجع بالمصدر تاني حسنت علي if you want to say اين مثلا لعبت التنس بالامس where did you play تنس yesterday well done مشاء الله عليك أو سمي علي another question علي خالد ادخار 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 لا اعوذي ان اقولي علي ماذا شاهدت بالامس what did you watch yesterday well done مشاء الله عليكم احسنت علي مين داني مين البعد البعد علي ملك يا ملك if you want to say لماذا ساعدت علي في الواجب بالامس برضو why did you help علي yesterday علي yesterday well done احسنت يا ملك عد كده عمر خالد عمر if you want to say كم مرة لعبت التنس الشهر الماضي كم مرة لعبت الشهر الماضي احسنت 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 مرة احسنت فالسؤال اه كم مرة علي طلع من المأزق اه او عمر طلع من المأزق طلع منه ازاي بدل ما اقول how often قال how many times طبعا الاتنين صح مش اي خلاب بالاتنين قلت how often اوكي قلت how many times برضو اوكي اه مين مين نلع للدور حاضر يا زياد كله يعمل سؤال بس احنا هنختبر الكل لازم نختبر الكل بالدور هماش بدرش مش انسى حد اه سارة سارة if you want to say متى شاهدت اللص بالامس متى شاهدت اللص بالامس شان هايقول لي بالامس دي الإجابة أصلا متى شاهدت اللص وخلاص well done احسنت يا سارة يبقى when did you watch or see the thief well done اه زياد if you wanna say حلو انت عاوز تقول يا زياد اه لماذا ضربت هذا الولد بالامس why you punch this boy نسيت حاجة ما ينفاش اقول why you why did you ما ننساش المي helping verb او او اه بقى تقول ايه اقول تانيك السؤال لماذا ضربت الولد بالامس you punch 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 صح او hit hit يعني يضرب ببساطة يعني punch عاقب فيها عنف شويه لا هات يعني العادي بقى نشفيها حاجات رسمية why did you beat a beat تنفع بارده why did you beat the boy yesterday يبقى اهم حاجة شابش ننسى did بعد كده عمر عمر طلعت if you want to say ماذا قرأت بالامس what did you read uh what did you read yesterday well done احسنت ان شاء الله الناس اللي معجودة مع كلهم اللي غدا تجاوبوا صح طيب فايسل فايسل if you want to say اينا 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 زهارة اينا زهارة اينا زهارة اينا زهبت العام الماضي اينا زهبت العام الماضي او الى اينا على الفكرة اينا هي هي الى اينا عشان ناسي بتيجي الترجمة وتطلق بطة تقول لي اينا انا عارفها لكن اينا اينا مش عارفها هي هي اينا هي الى اين يا يا فايسل اخيرا سمعتني معاوزين نقول يا السلام عليك احسنت يبقى where did you go last year ما شاء الله عليكم يبقى كل الموجودين فاهمين كده يعني past sample كله فاهم يعني ما هذا بسيط وعرفنا نعمل سؤال ومنسناش كلمة did ما شاء الله كويس جدا طيب انزل طبعا remember تذكر ان في difference between the regular verb and irregular verb في فرق بين الفعل المنتظم والفعل غير المنتظم زي ما انا قلتلك بيكون مسلا eat مضيها eat swim مضيها swam sleep مضيها slept cut مضيها cut خذلك ان في verbs بيكون تصرف الاول والثاني والثالث زي بعض عندك cut 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 عندك put 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 hit 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 shut 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 and so on لا يفي قائمة كبيرة كده نقول لك بعد ان شاء الله اللي فعل بيكون تصرفها الاول والثاني والثالث زي بعض كمان بقول لك افتكر ان الماضي الباسطين كنا سممكن استخدم fever to be استخدم was or were or wasn't or weren't يعني اقول هنا احمد was happy yesterday or they were at the school last week and so on حلو جدا تعالوا بقى نشوف some questions on past simple على الماضي البسيط and we'll start with the first question last month we my uncle in cairo which one visited visited well done see because the action happened in the past لان الحادث ده وقع في الماضي last month شعر اللي فات لمناسبة شباب الكلمة دي اسمها month ولو هتجمعها بيكون جمعها month بص الاختلاف d نطقها month th لكن لو الجمع الجمع نطقه month هي حاجة غريبة شوية عليك انا عارف بس يتعود مش احنا بنسمعهم الاثنين month وخلاص اتنين month يا مكبر دماغ لكن اللي عاوز تعرف الاصل دي month والجمع منها بضافة است بقى month زي صاحبك منصور بداها تقول يا month بداها تقول يا month طيب علي the second question when i not 10 i went to aswan when i was 10 was well done when i was 10 i went to aswan the action happened in the past الحدث وقع في الماضي so i chose the past here we have two words that refers to the past was and were i is used with was وَاي تستخدم مع was so we choose was next علي خالد the third one هي علي not you have a good weekend last week did you well done did in the question on one condition شرط واحد أو شرط مهم there is an infinitive in the sentence يكون في فعل في المصدر في القول لو موجود اه موجود هاف مصدره صح يبقى كده كلام مزبوط يبقى did you have did you run did you go did you sleep and so on next ملك yes number four أحمد and منا and two the market was not gone gone التالت ليه تصرف التالت ليه اشتكر كده go ايوه go went gone انا عاوز التاني اه يبقى هنا نختار الاختيار دي بالزبط كده اه next ها عمر خالد خطرت ايه? سي. سي. اللي هي سي. يعني انا اخترت سي. اللي هي بردو سي. نصب تيكت. اه نكست زياد. يومستن. نمبر 7. خلوت هز. خلوت هز. خلوت هز. مت. 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 yesterday in the past. so we should choose a verb in the past. فنختار فعلم في الماضي. and it's B. مت. next. عمر 3. and i missed. what space you learn what space you learn what space you learn at school last year. what did you. Okay. عمر 3. number 8. what. okay teacher. what did you learn at school last year. well done. what did you learn. last year in the past. so. we choose. the. the helping verb. in the past. نختار. الفعل المساعد في الماضي. and here we have. an infinitive one. عندنا الفعل في المصدر. صحة كدا كل حال كدا كاملة. ما. what did you learn. at school. last year. next. i think. احنا كده فضل عندنا. فيصل او. فيصل. number nine. ايو يا مستور. ايو يا مستور. اي فيزت. 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 فضل عندنا. فايس. اه. اي اما تقولها. اي اما تقولها. 2010. اما تقول. 2010. اكده مش تعمل زي زاكي شان. وتقول في. الف وتسععمية مش عارفه كام. ده زي كده زكي شان كده. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ زائد سنة ماضية. الضبط كده يا علي. يبقى حالة عندنا هيكون هو اي يا فايصر هيكون فقول اي فيزيتد لندن. ممكن تقولها عشرين عشرة. او تقول الفين وعشرين صح. دي صح ودي صح. اوكي. اكست. في حدي مجاش فيتنين السمجوش. فيتنين ايمين. طيب. علي. نمبر تيني علي. عليك نوت عمروزن باريس. قلت اي علي? اه فور. اخد بالك احنا نقول فور اويك. فور اويك. مش بل حالة عندنا هيكون سي. اويك اجو عمر واز ان باريس. منذ اسبوع عمر كان في باريس. لكن مش ينفعنا نستخدم فور لان فور فولود باي بيريد. بيجي بقى كلمة اجو قبلها المد. تمام? اه وفور بعدها المد. بعدها. لكن اه اللي احنا نختار هنا هي كلمة اجو اويك اجو يعني منذ اسبوع. واحد اقول لي لحظة. طبلي ما اقول شي سنس. اه سنس معناها منذ برضو. سنس ييجي برضو بعدها بداية المدة. مش بيجي قبلها. يبقى اللي بيجي قبلها الوحيد. الرابط اللي عندك ندراسه لغاية دلوقتي. الوحيد اللي بيجي قبله المدة. هو كلمة اجو. وياريت نفرق بين اجو وجو. جو يذهب. اجو منذ ويجي قبلها الفترة. يعني قوة مسلا اويك اجو منذ اسبوع. ايوة علي? اه انا تلقبطت عشان انت حضرت فصلة. انا كنتش فعلا حضرت اجو ازاي? اهوة. بالضبط فعلا ما شاء الله عليك. هي فعلا نقصة الكاما العسطر. في الجزء ده. ما شاء الله عليك يا عدل. فعلا في هنا عشان لما بنيجي نذكر المدة. بس هي مش ظهرت في الترقيم ما نعرفش اللي. اه فاحنا بنجيب المدة وبعدين كلمة اجو. فاقول اويك اجو امانث اجو ايير اجو انسو ان. يبقى الوحيدة اللي بيجي قبلها المدة هي كلمة اجو يا شباب. اه بعد علي عبدالله. اي 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 ا بص معي يا فايز انت بتجرب الاختيارات بتقول وي جمع وي بلورل جمع هل ينفع نستخدم وي مع واز تقولي لأ واز عوز حاجة مفتلة يبقى واز غلط وي هاف هي هاف بتمشي مع وي فعلا بس هاف بيجي بعدها الاسم المملوك يعني قول وي هاف اكار وي هاف ابن وي هاف اباك هل هنا في حاجة مملوكة بعد النقط لا ده حرف الجرقات يبقى هاف غلط وي هاد بعدها الاسم مملوك برضو قول وي هاد اه اكار لا سير كان عندنا عربية نفس الكلام بالزبط هاف وهاد عاوزين اسم مملوك يبقى ايه غلط سي غلط دي غلط انا كده فاضل عندي ايه فاضل عندي الاختيار بي we were at the museum last friday تمام فايصل لان نور هنا هي الفعل الرئيسي تمام آآ بعد كده عبدالله انت جاوبت did you answer ايه 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 انا جادل هو السؤال هو 掉له وي weer تمام يبقى علي علي tier numberertواللي علي يعني بين ببساطة كده علي وثق نفسه على طول who did you see من رأيته بعد المدرسة ال Benji يبقى who did you see النسطح هنا عن المفعول طبعا الجملة اللي بعدها between me number is a you Concentrate ... We should return to the infinitive ... نرجع للمصدر تاني عشان السؤال. يبقى هنا اقول اكلت. هتقولي بس دي يأكل مش اكلت. انا عارف ان دي يأكل. بس الصيغة نفسها دد فبتخليك تقول بالعربي اكلت. ده ماضي. فدد هي اللي بتعرفك ان دي جملة ماضية. لكن احنا ونجي نصيغ الجملة بنقول كلمة استفهام. فعل في المصدر. فاقول what did you eat? what did you have? what did you write and so on. اه بعد ملك عمر خالد. ايه يا مصدر. اه what did you get? عشان دف المصدر يعني. well done. يبقى what did you get? ماذا? اه او على ماذا حصلت? على ما حصلت في بالامس. كلمة get يا شباب. اه يعني بعيدوين نذكورها برضو. من ضمن الكلمات الغريبة شوية في استخدامها ومعانيها. اه ممكن get يجي بعدها. اه الاسم المملوك حاجة يتم تناولها. اقول لك مثلا. اه get dinner. get dinner بيكون معناها have dinner. get food معناها eat food. يحصل على طعام يأكل هذا الطعام. وينفعولك مثلا get a message get a message it means to receive a message تتلقى تستلم رسالة كلمة get can mean understand ممكن يكون معناها يفهم يعني ممكن أقول لك I didn't get what you said I didn't get what you said هنا أنا أقول أنا مفهمتش أنت أقولت إيه ده معنى تلكمية get فget ممكن يكون معناها eat يكون معناها have يكون معناها receive يكون معناها understand also it can mean arrive or reach in one condition followed by two plus infinitive ممكن يكون بعدها تمصدر بس يكون معناها يصل يعني ممكن أقول لك I get to my work at 7 a.m. هنا get to work معناها arrive orc يصل إلى هذا arrive at work يصل إلى العمل arrive at work or reach work يصل إلى العمل فكلمة get من الأفعال الغريبة شوي على حسب جملة نفسها ممكن يكون معناها يحصل على شيء يكون معناها يتناول شيء يكون معناها يفهم شيء يكون معناها يصل إلى مكان بس يجي بعدها زائد حرف زائد المكان get home got it معناها فهمت بالزبط كده يا عمر أحسنت قادي برضو نضع كمية جيات عشان يعني يعني في كورس فإنت لازم الحاجات دي تبقى تطلع مستفيدة إن شاء الله حاجات المهمة بنقول هذا يا مستر أنت قلت أنت كان عندي بايز فخرجنا إلى مستر حاضر أقول لك إحنا قلنا إيه يعني هنا كلمنا عن get لوحد وكده يا عمر قلنا كلمة get ممكن يجي بعدها الاسم اللي أنت حصلت عليه يعني أنت ممكن تقول I get food I get food يكون معناها I obtained حصلت اكتسبت هذا الطعام فكلمة get الشيء ممكن يكون معناها اكتسب هذا الشيء وممكن كلمة get يكون معناها receive يتلقى يعني ما تقول I get a message from my friend أو I got a message from my friend معناها أن أنا حصلت يعني استلمت يعني تلقيت الرسالة نية من صديقي وممكن كلمة get يكون معناها understand يكون معناها يفهم ممكن أقول I didn't get what you said I didn't get what you said معناها I didn't understand what you said أنا لم أفهم ما قلت دي معاني وأن get can be followed by two plus infinitive ممكن تتبع بto ذات فعل في المصدر and in this case it means arrive at or arrive in في الحال يكون معناها يصل إلى مكان يعني تقول I get to مثلا my word I get to school لكن طبعا مع home هي get home على طول عشان برد الناس اللي بتسأل تقول بس احنا عمرنا المسلمين حد يقول get to home صح اه ومش هتسمع حد يقول كده لأن في الانجلش كلمة home تحديدا كلمة غريبة كلمة ما تسبقش بحرف جر مع العفعال يعني تقول go home return home come back home get home فكلمة home أصلا ما تخدش حروف جر فاستسنيها دلوقت اذا كان عن get to زائد مكان غير الhome الحاد هيكون معناها ايه يصل الى يبقى اذا get يحصل على يكتسب او يفهم او يستلم او يصل الى مكان معين وحرف جر يكون تو تمام كده عمر تمام مستر شكرا ايلا عفو اه number 15 بقول هنا where you go on holiday last year سأل ما شاء الله كتير ماشي كان اخر حدي قاب عمر خير يبقى سارة سارة number 15 سارة where did you go when did where did you go well done did because here the sentence is in the past قم لف الماضي next عمر طلعت 16 عمر when when i went to school حلو السؤال ده i wasn't well done احسنت ما نقول شي didn't يا شباب قلنا فيش حاجة اسمها didn't لو didn't هتجيب بعدها didn't go didn't run didn't eat اتأكد ان didn't بعدها فعلا في المصدر شان تختارها لكن في الحالة دي شي ينفع نختار didn't فعنقول هنا لم أكن جيدا في اللغة الانجليزية طيب حالي جزء ده لسه في واحد ما جاوب صح اه فايصال السؤال 17 فايصال 17 سب هاو عرق سامر ماذا هاو سب سب انايز هاو دي ان باريس هاو 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 ما شاء الله عليك فايصال عندك اكسنت غريبة شوي الاكسنت مميزة يعني انت شوي شبه الانديان people اي انت يعني الاكسنت شبه الهنود شوية في الكلام اه فحاول انت اي تطورها شوية هي مميزة الصراحة يعني بينما هي مميزة بس نحاول نتطورها شوية مع بعض اكتر يعني هتقول هنا هاو هاو عشان احنا متكلم عن الصيف الماضي يبقى حاجة حصلت في الماضي زي ما انت اخترت الحل فعلا هو هاو كويس جدا طيب هنقف لغاية هنا ناخد واجب اه ادي سؤال اتنين تلاتة وناخد كانت تلاتة من تصحيح ماشي هناخد الواجب هيكون ستة اسئلة هيكون من السؤال تمنتاشر من عند اي هنا نحظة تاني عند هنا اي اي اه وثلاثة اسئلة في اتلاقي الواجب عندك عالجروب دلوقتي ادي دوت امام الواجب عندك اهو هيكون عندك تلات اسئلة الامسي او وات عندك تلاتة اسئلة نحل لهم اي سؤال يقف معاك ابعت لي على الخاص وهقول لك الواجب او اقول لك حاجات لها ساعدك الحال يعني يا ميستر تلات اسئلة من 18 20 و تلات اسئلة من تحت صح بالظبط كت اول تلات اسئلة في الريجان ممكن يا ميستر طلب بالظبط كت اتفض شكرا يا ميستر انت قلت ان في قناة اميس هكادي ممكن اشوفها كده ممكن تبعتها لي ميستر انتو كل ده رسا مدخلتوش على قناتنا كل ده رسا مش تتركوش في القناة بتاعتنا لاحظة 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 نحن القناة بنبعتلكم من زمان بتاع القناة بتقول اي علي ولاك فكرا مستر فتران روض اي لاحظة يعني ابعتلكم بس اي اي